أنا زي الأمر طول الوقت بس في ناس كده حب تطلع الأمر وناس تانية غاوية أرض الجماعية شاركت في مسلسل الأجهر والجمهور مش عارفها بسبب تغير شكلها الناس بتقول عمليات تجميل وهي بتقول فلتر سر اختفاء صارة سلامة عن الوسط الفني الوقت الثاني بيبدأ يسأل الجمهور عن الفنينة صارة سلامة اللي ظهرت بسرعة الساروخ وكانت من أبرز النجوم الشباب وفجأة اختفت عن الساحة الفنية فساطا أن أي ظهور لصارة سلامة كان بيخليها تتصدر ألتراند لفترات طويلة بسبب الجدل اللي بتعمله سواء بجرقة لبسها أو بشكلها الجمهور عارف صارة من خلال مسلسل ابن حلال مع الفنين محمد رمضان عملت فيه دور يسر البنت اللي تقتلت وتبنت عليها قصة المسلسل وكان قال والدها الفنين أحمد سلامة أن سبب اختفاءها للشغل اللي بتعرض عليها ما بيعجبهاش وهي بتحب تنقي شغلها ولها قبل ما توافق على أي شخصية بتتأكد أنها تنسبها وكده كده هي مش مضطرة تقبل بأي عمل وخلاص لأن زي ما بيقول والدها متكفل بيها تماما ومش مخليها محتاجة تشتغل شاركت سارة السنة دي في مسلسل نقطة سودة وكانت شاركت في مسلسل الأجهر مع عمر سعد وكان آخر عمل ليها قبلهم بتلت سنين مسلسل إسعاف يونس وعلى الرغم من أن سارة مختفي عن الوسط الفني تماما إلى أنها مستمرة في مشاركة صور وفيديوهات ليها على انستجرام بشكل مستمر ظهر على ملامحها تغيرات كبيرة على رغم من نفي والدها المتواصل أنها ما عملتش أي عمليات تجميل وكانت صادمت سارة الجمهور في واحدة من صورها مؤخرة بسبب التغير الكبير اللي في شكلها ظهرت سارة وهي على البحر بالميو وملامحها متغيرة تماما بسبب عمليات التجميل وده اللي انتقدوا الجمهور على سوشيال ميديا أنها بدأت تبالغ في عمليات التجميل اللي بتعملها في وشها ولضيعت جمالها الطبيعي خاصة أنها زمان ملامحها كانت بريئة ووشها ملائكي ومش بس علقوا على شكلها كمان علقوا على لبسها اللي اعتادت سارة أنه يكون جريء شويتين تلاتة واللي مش بس بيعرضها للهجوم كمان بيعرض والدها الفنان أحمد سلامة لهجوم كبير بسببها لدرجة أنه كان فيه أخبار بتقول أنهم قطعوا بعض بسبب أنه عنفها جامد بسبب لبسها ده لكن في النهاية هو نفع أول اختفاء طويل لسارة كان في 2018 رجعت بعدها في 2021 في مجموعة صور على انستجرام ظهرت وقتها صور بملامح مختلفة تماما خدود منفوخة وشفايف كبيرة وملامح أكبر من سنها وقالت وقتها ما عملتش عمليات تجميل وأول عملية تجميل عملتها هي تجميل الذات والنفس ربنا يشفي كل مريم قالت صورة في تصريحات تلفزيونية الصور اللي نشرتها ما فيهاش تجميل ومش عارفة إيه سبب الهجوم عليها بس إنها من ساعة ما طلعت وكل شوية بيطلع عليها إشعاعات كتير وإن هي لو عملت عملية تجميل هتقول ومش هخاف من حاجة لأن لو فيه حاجة مضايقاني في شكلي هغيرها ومش هتكسف وأكدت إن عمر ما كان هدفها إصارة الجدل بالعكس كل ده فلتر مش أكتر ولو أي حد استخدمه هيغير شكل وعن الانتقادات اللي بيتعرض لها الفنان أحمد سلامة بسبب شكل ولبس سارة قال إنه تكلم معاها كتير وطلب منها تبطل التصرفات دي لأنها مش مناسبة مع المجتمع العربي من غير ما يتخانق معاها وضح لها إن الأفكار اللي هي شايفها هي وجيلها صح تنفع برة لكن هنا مش في المجتمع الشرق ده وأكد إنها وعدته إنها مش هتعمل كده تاني وهتحاول تاخد بالها وما تسيرش الجدل